فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا صباح الخير يا صباح الفيلم الياسمي كيفكم صباحي شو اخباركم ان شاء الله تكونوا ب الف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم من ورد قناتي اهلا وسهلا بالصباحي الاجداد اللي انضمت لقناتي جديد بترحب فيكم من ما كنت عم متابعوني كنت ركبة بالبيسيكليت فمرأت من محل ورد فاشتهيت اشتري ورد الصراحة على قدمة الالوان حلوة والاشكال حلوة فاشتريت وردتين باللون الاورانج حسيتم هيك قريب لونه لالوان الخريف فحطيتم غرفة القاعدة عبيت الفازة مي وحطيتم صراحة كليوم هيك في الصبح بتأمل فيهم اه بشوف هيك سبحان الله يعني كيف قادر يخلق اهي الشغلات الحلوة التفاصيل الحلوة عطول وطلع عليهم وبدعي الله ان يا رب تخلي حياتي وتفاصيل حياتي حلوة متل تفاصيل هالورد الحلوي اللي انت خلقتها اه كتير بحس براحة الصراحة بس اتفرج على اه مخلوقات الله يعني متل ورد شغلات حلوة الله خالق اه هلا هون صبايا اه الكارجو اجا فجايب لي هي الطاولة انا موصي عليها اه هي مو طاولة هي هيك رف صغير بنحط فوق الشوفاج اه وبيكون اه يعني صغير وقلو رجلين صغير مشان ينحط فوق الشوفاج تماما بالاراني الديقة اه فمتل ما بتعرفوا المطبخ سابعي كتير صغير وانا جبت كينة قهوة فحطيتها بغرفة الاعداء اللي لكم يعني حاليا ففكرت وين بدي حط الماكينة القهوة وين دي ساوي زاوية قهوة بعدين قلتهم بالمطبخ يعني فوق الشوفاج فلقيت هاي كنت عم دور هيك على الانترنت على على شي رفة قصة انه طنحط فوق الشوفاج اه فلقيت هاي هي خاصة لفوق الشوفاج بتنحط الصراح حبيتها فهوني عم بفتح شوف ازا هي مكسورة او لا وهلا بيجي سوجي بيركب لي اياها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبتنا هاي بالحيط في الى برغية كسنيك اه بتسبتية بالحيط متل ما شايفين الى درج اه صغير و الى رجلين صغار كمان. انا حبيتها كتير حسيتها زريفة للقراني الديقة المطابخ الصغيرة يعني بتساعد انه تنظم اغراضك فيها. متل ما شفته كمان شلت البرداية طبعا المطبخ وشلت السكة طبعا المطبخ لانهم كسورة بسبب البرداية. كل ما كنت نزل البرداية وطلعة اه توقع البرداية والسكة تتكسور. فقلت خلص بدي شي لما عد بدي اياها ففصلت سكة جديدة. وزوجي سبت ليها فوق. وكمان جبت برادي جداد هلا بتشوفون حسيتهم عمليات اكتر من البرداية اللي كنت حاصلتها. هلا هوني عم نضيف لحتى بدي حط البرداية يكون حطوه على مكان ونضيف حتى الشباك كمان عم نضفه. اكت ride! هلا تريد! 첫 يند اشتركوا في القناة 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 من يومين زوجي جايبلي دون الصباح الغاد فما كان عندي وقت اني قعد قطعون واخسلون فهون قلت لطلعون وساويون قلت بعمل لهم للأولاد على عشا لانه انا عندي اكل على الغداء بس يجوا من المدرسة فعلى عشا هنين صح مبينين كتار بس بعدين بكشوا يعني فهلا هون كما شايفين نقاتهم صار تشيل صفرة منهم بالدبلانة وبعدين صار تقطعون الصق تبعون لازم يتقطع كتير ناعم وبعدين وقت توصلوا على الوراق بتقطعيون خشنين لانه بيدوبوا بعدين هلا هون ايه هلا بيخسلهم مرتين ثلاثة لحتى يروح عنهم التراب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للصراحة غسيلهم كتير صعب اه فمتل ما شايفين عبيتوا لهم مي وصرت شيل من فوق الوراق وخليت من تحت يعني ما انزل لتحت لانهم التراب كلها اتوا والوصخ عم ينزل لتحت متل ما لكم شايفين فصرت شيل الوراق من فوق هيكي اخد اول باول هلا بعد ما خليتهم يتصفوا حطيتهم هيك على الصينية لحتى يتنشي للمسا سعبيون واتبخون شكرا للمتاة شكرا للمتاة كليه باول شكرا للمتاة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة